في البداية نقطة تحقق من الأنسولين الذي ستستخدمه اسم الدواء وقوة الدواء وطبيعة الدواء امسع أمبوب الأنسولين بقطعة قطن مبللة بالكحول وانتظر حتى يجف قم بإزالة الورق الذي يغطي رأس الدبوس ثم أدخل الإبرة بشكل عمودين لمنع تسرب الأنسولين أو ثاني الإبرة إذا كان بإمكانك رؤية فقاعة هواء فاستخدم إصبعك لضرب الفقاعة لأعلى عند استبدال الإبرة بإبرة جديدة يجب عليك اختبار ما إذا كان طرف الإبرة مسدوداً أم لا قم بتدوير الأنسولين إلى وحدة واحدة أو حسب توجيهات الشركة ثم امس القلم بشكل عمودي بحيث يكون طرف الإبرة في الأعلى اضغط على زر الحقن حتى تظهر قطرة من الدواء في طرف الإبرة ثم اضبط جرعة الأنسولين حسب توجيهات الطبيب استخدم يدك المهيننة في امساك القلم بأصابعك الأربعة مع إبهامك في وضع الزر الانضغاطي العد من واحد إلى خمسة ببطء أو لفترة كافية حتى تتأكد من حصولك على كمية الأنسولين الكاملة التي تحطنها ثم ضع بعناية على غطاء الإبرة الداخلي وقم بتغطية القلم إذا كانت تريد إزالة إبرة لاستبدال واحدة جديدة فقم بتغطية غطاء الإبرة الخارجي وقم بلفها لإزالة الإبرة ترجمة نانسي قنقر